ازايكم عامليني يا رعب اكونوا بخير نهارده هنتكلم على برج الحمل هنتكلم اكتر عن الاشياء الصرة اللي تخص شهر ديسمبر لعام 2021 برج الحمل احنا بالفعل عندنا اشياء صرة كتير ما ننساش ان احنا عندنا اول 3 اسابيع الشمس متواجدة في مكان قد ايه دا عاملينه وقد ايه قوي يعني حاجة حلوة كتير الشمس في برج القوس وده بيتك التاسع وده برج ناري وبيخدمك جدا جدا هل الشمس بس لا دا كمان عندنا كوكب عطارت كمان كوكب المريخ بعد يوم 14 كمان بالنسبة لنا فيه تأثيرات ايجابية كتير من ناحية الامور العاطفية جو رائع وما فيش احسن من كده بالنسبة لك انت عندك تسلط الاضواء عليك بشكل قوي جدا تسلط الاضواء عليك فيه الامور المهنية والعاطفية وقد ايه احنا جمزين جدا جدا ومؤثرين كتير برج الحمل انت عندك فعلا امورك الحياتية فيها جاذبية قوية كتير للناس اللي حواليه لدرجة ان احنا عندنا تحسن في العلاقات سواء عائلية عاطفية ايا كان او صداقة وده هيكون متواجد كتير ودي تعتبر من اول الحاجات اللي لها علاقة بشأن خاص بالاشياء السرع اذا يعني اول حاجة ان الاضواء مصلطة عليك جدا جدا يعني جذاب كتير يعني قادر انك تلمع وبي شكل قوي قوي وقدر على لفة الانتباه وقدر على جذب ده وجذب ده وجذب ده بطاقة ايجابية يعني يقربوا ليك عن حب يقربوا ليك عن تصالح يقربوا ليك عن اعجاب وانبهار كتير بشخصيتك ومظهرك وبتعاملك وكلك على بعضك برج الحمل النقطة التانية وهي اللي باقى في الكلام والتعامل بمعنى ان انت هيكون عندك حالة نضج اكثر في الامور الاجتماعية او الدبلوماسية او التعامل الاجتماعي بقدر كبير من الامكان يعني انت عندك فكرة ان انا بتعمل مع فلان او انا عارف اقول ايه واقول ايه وقت ايه وامتى وازاي عارف تتكتك الكلام عارف تزبط الدنيا عارف ازاي تتعامل مع الاخر بشكل قوي جدا جدا وتزبط علاقات بشكل قوي فعندك النقطة دي يا برج الحمل جدا يعني النقطة دي اللباقة والتعامل مع المجتمع وحالة نضج دي متواجدة كثير ودي هتكون ايجابية او متعتبر من ضمن الاشياء الصرا في حاجة مهمة كثير لان برج الحمل كان عنده معاناة من مشاكل صحية او وضع صحي مش قلطف حاجة الا ان هو يكون عنده بالفعل الوضع الصحي هيدخل فيه سكة افضل الوضع الصحي عنده استشفاء او حد من قريبك او مقربين ليك بيعاني من مشكلة صحية برج الحمل لا بيتم حالة استشفاء بيحصل فيه خروج من ازمة صحية لحالة صحية جديدة كمان مش الصحة الجسدية فقط لا كمان الصحة النفسية اللي هو ان انت عندك فيه امور او امر ما متأزم جدا فيه حاجة انت بالنسبة لك مقفولة مش عارف اطلع منين علاء الحل منين كأنك واقع في حفرة وبتدور على الخروج او الصعود من الحفرة دي ولكن في شهر ديسمبر انت بتخرج من الحالة دي بتخرج من حالة الازمة بتخرج من حالة الاكتئاب بتخرج من حالة مش لطيفة لحالة ايجابية وده تعتبر من ضمن الاشياء الصعر الاشياء اللي ليها علاقة بالامور السلبية ليها علاقة بالامور المهنية اكتر يعني حاجة مشكلة مهنية او مشكلة قضائية او قانونية ولكن الدنيا بتتحل معنا لا الدنيا بتبقى شكل افضل بتدي فيه رواءان حالة نفسية ايجابية فاذا انت عندك يا برج الحمل حالة نفسية كمان ايجابية فاذا انت عندك دعم من الصحة الجسدية والصحة النفسية يا برج الحمل طيب برج الحمل من ضمن الاشياء الصرق المتواجدة بالنسبة لك ان انت عندك فيه نقطة كتير مهمة اللي ليها علاقة بي زي مكفقة عندك مكفقة عندك مفاجأة إيجابية عندك ربح متميز عندك فيه جايزة هتكون موفق فيها عندك ترقية حاجة ليها علاقة بأرعة فيكون عندك فيه مكسب قوي جدا جدا من الأمور اللي زي كده فإذا عندك جوائز عندك أرعة عندك مكسب عندك حاجة إنت ترقية حاطت فيه حاطت ورقة كده لو أنت تترق فيه وللأ كنوع من أنواع الانتخابات مثلا فيكون فيه مكسب كتير قوي جدا جدا فيه ربح قوي جدا فيه فلوس كويسة قوي من وضع مهني ووضع ليه علاقة بميراس بتحصل عليه فإذا الأمور المالية من أروع ما يكون لأصحاب برج الحمل برج الحمل بالنسبة لك برضو فيه الأمور اللي ليها علاقة بإيجابية تخص الوضع المالي لأن انت عندك مشروع جديد أو بالنسبة لك عندك استكمال لمشروع أو أن انت بتطور مشروعك أصلا وتطوير المشروع يعني كأنك بتبتدي من جديد بس بداية قوية فبالضبط يا برج الحمل أنت عندك بداية لمشروع بداية هامة جدا جدا عندك أن انت بتطور من نفسك كتير أنت مش بتطور من نفسك في الأمور المهنية بس على فكرة أنت بتطور من نفسك في الأمور الحياتية في مظهرك وشكلك وتعاملك في حالة تطوير إيجابية جدا جدا تعي للآخرين تغيير والتغيير ده لأصحاب برج الحمل بيكون كتير بينجازب ليه كتير بينجازب ليه كتير بينجازب لحالة التغيير سواء تغيير لعلاقة بالسالزة وقت لكم أو بالشكل أو بالتعامل أو بالأمور المهنية فعندك ده جدا يا برج الحمل طيب برج الحمل برضو في حاجة تانية كتير مهمة وهي أنت عندك طاقة حلوة عارف لما يبقى مزاجي رايق كده واعمل كل حاجة عايزة أعملها وروح واجي واعمل مش عارفة وممكن أعمل عشر أمور أو عشر شغلانات أو عشر مشاوير مع بعض بس أنا عملتهم وأنا مزاجي رايق مبسوط يعني أنا تعبت واكتهدت بس أنا مبسوط فمش أحس بحالة من التعب بالزبط ده اللي عندك يا برج الحمل خلال شهر ديسمبر فإذا أنت عندك شهر فيه طاقة حلوة قوي بيمدك بإيجابية جدا بيمدك بحالة من حب نفسك أو لحب نفسك يعني حابب كتير نفسك يعني مهتم كتير بنفسك يعني قدي إيه أنت مقدر ذاتك عارف أن أنت مقدر نفسك وعارف أن أنت حاجة مميزة عارف عارف لما تبقى أنت تبقى شايف نفسك حاجة حلوة قوي فتدي لنفسك البرستيجو الخاص لك عندك ده بتكافئ نفسك كمان بتحب نفسك ووصك في نفسك فإذا فعلا هي أمر ثقة في النفس يعني أنت عندك بالفعل ثقة في النفس قوية كثير يا برج الحمل والثقة في النفس اللي بتخلي الآخرين يغيروا منك واللي يتخلي الآخرين يقولوا يعني إيه ده غيران كده ولا هو مغرور فعندك ده أحيانا الثقة في النفس بتتفهم غلط فلا تبالي فعندك النقطة دي برج الحمل جدا ثقة في النفس الشموخ قوة جودة فيه بقى حاجة مهمة كثير قوي قوي ودي بتنقذك في أمور مختلفة وبتعلي منك في أمور مختلفة الحاجة اللي ليها علاقة بيه أن أنت بتتعرف على شخصيات مهمة وبتتعرف على شخصيات زو مركز أو شخصيات نجحة فالشخص النجح يعني ممكن يكون نجح بعقليته نجح بنطجه نجح بالتعامل الاجتماعي نجح بتعامل مهني أو وضع مهني ففهمني ففيه شخص نجح في حاجة معينة أنت بتكتسب خبرة من الشخص ده أنت بتكتسب تعامل من الشخص ده بتشوف هو بيتعامل كذا كذا أو خطوته كذا عندك ده جدا كمان بالنسبة لك الأشخاص اللي أنت بتتعرف عليهم هيكونوا أشخاص زو مراكز يعني ممكن أن هما يقضوا لك مصلحة أو أن أنت يساعدوك في حاجة وأنت مش هتطلب ده ومش هتطلبي ده بل بالعكس هما اللي يعرضوا عليكم أن هما يساعدوكم فديه تعتبر من الأشياء السرق القوية جدا على فكرة برج الحمل بالنسبة لك إذن أنت عندك فيه تعرف على شخصيات نجحين أنت بتكتسب منهم خبرات قوية جدا أنت بتبقى بيساعدوك في أمور مختلفة كمان أنت بتبقى يعني مثلا بتعرف لما تيجي من الآخر كده بشكل بسيط وإعتف مشكلة فعايز تعرف الحل إيه فروح أسأل فهم هيكونوا خير الإجابة على سؤالك فعندك ده كتير طيب برج الحمل أنت بالنسبة لك النص الأول في الأمور مش النص الأول هو أول 18 يوم في الأمور العاطفية قد إيه هيكون فيه جو رائع قد إيه فيه استقرار فيه أخبار سارة فيه مواليد فيه حاجة ليه علاقة بفرحة للأولاد عندك ده كتير طبعا بسبب كوكب الزهرة متوجد في برج الجدي لكن من بعد يوم 18 ده حرج التراجع ملناش دعوه عشان دي حاجة هتبقى مش لطيفة على كل الأبراج لكن إحنا منتكلم على الأشياء السر يبقى نتكلم على التوقيطات الإيجابية فقط فإنت يا برج الحمل الأمور العاطفية أول 18 يوم رائعة جدا جدا حلم الحب حلم الاستقرار حلم الجاذبية الخارقة حلم من أن أنت عندك مواليد في حالة جديدة في حالة خبر صار بتسمعه أنت والشريك في أن أنتوا مساندين لبعض جدا مهتمين لبعض كتير فعلا فيه فرحة عاطفية فإذا أنت عندك فيه فرحة عاطفية خلال الشهر خاصة أول 18 يوم لأن هما يكونوا مميزين كتير فيه الشأن العاطفي بالنسبة لك على فكرة أنت بالناس المحظوظة خلال الشهر فما تستغربش أن أنت عندك أشياء صارة كتير لا كتير فيه خلال الشهر لأن أنت نجم في نفسك كتير وإنت حاجة جميلة جدا جدا يعني سواء رجل أو مرأة يعني طيب برج الحمل بالنسبة لك كمان أو بالنسبة لك فيه أمور عائلية كان فيها نوع من أنواع الضغط العائلي أو مشاكل عائلية أو خلافات إلى أن احنا بنكون قادرين على التصالح قادرين على تكوين ألفة من جديد قادرين على أن يبقى فيه لينك ما بيننا وما بين الأهل أو العائلة ممكن يكون فرد من العائلة أنت كنت متخاصم معي أو كان فيه مشكلة إلى أن بيتم فيه تصالح بيتم فيه قربة في العلاقة بيتم أن احنا بنتعتب مع بعض وبنتصالح عندنا النقطة دي كتير جدا فإذا في حالة ود ما بينك وما بين العائلة في حالة ترابط في حالة استقرار في حالة جيدة كتير الحاجة بقى الإيجابية جدا جدا برضو لأنا بحبها قوي قوي بصراحة أن أنت هتكون أقوى من أعدائك أقوى من المتسلطين عليك أقوى من أي حد بيحاول أنه هو يدي لك أو يزرع فيك طاقة فشل أو يقول لك أنت مش هتقدر أنك هتخسر أنك مش عارف إيه إنك إيه لا أنت أقوى من ده أنت بتاخد أو بتشقل طاقة الفشل لطاقة نجاح طاقة تحدي تؤدي إلى طاقة نجاح فعندك ده جدا جدا يا برج الحمل وأنا شايف أن ده من أفضل الأمور المتواجدة ليك خلال الشهر عامة أنا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده بس بالفعل أنا عايزيكم تكونوا مبسوطين كتير لإن إحنا مدعومين من أكثر من اتجاه عشان نبقى عارفين النقطة دي جدا جدا لإن تأثيرات حركة الكواكب لما تكون متواجدة في برج القوص ده يأثر عليك أنت بإيجابية مطلقة إيجابية عالية جدا جدا شكوركم لا تنسوش اللايك وشير الأشراك في قناة تفعيل الجرس سلام